اذا حابت تضبط تشكيلتك لفريق الموسم عندك موقع يوسف مباي من افضل وارخص المواقع لبيع الكوينز وبالدسكريبشن موجود كود خصم بيخصم لك خصم اضافي وايضا عم يعمل عروض خرافية بتوصل خصومات لخمستاش بالمية رابط الموقع وكود الخصم موجودين بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ايرو السوري جيمون معكم اليوم من مقطع جديد من سلسة الطريقة العالمية لا تبسوا اللايك بالبداية والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم مشتركين شكرا على حماسكم ودعمكم بالحلقة الماضية وصلنا فوق الاربعين الف لايك تقريبا او بهالحدود الصراحة دعمكم كان اسطوري وبتمنى بهذه الحلقة نقدر نوصل لهذا الرقم لانه هاي الحلقة اسطورية جدا طبعا قررت اني بيع بلانك بناء على اقتراحاتكم بناء على تجربتي الشخصية لللاعب اللعب اسطوري بس بطيء هاي مشكلة كبيرة بتكون خاصة بمراكز المدافعين فلنشوف شو بنادر انطورت تشكيله بسعر بلانك بعته بحوالي 700 الف فصار معنا ميزانية كبيرة حوالي 850 او 900 الف يعني نشوف شو بنادر انه نعمل لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة اذا عجبكم المقطع يعني شاركو بالمرة كمان وفعلوا الجرس ويلا مهم نطور اكتر بالمقدمات حسابي يا جماعة بالانستغرام بالله يروحوا تعبوني عليه ان شاء الله اي قفويات يعني بعملها من انستغرام او تويتر تعبوني عليهم ويلا خلونا نبدأ طيب يا جماعة اخر التطورات اللي صارت بعت بلانك ب700 الف صار معي ميزانية منيحة وبعت شوية تلعيبة كمان بالنادي هاي الشغلات اللي صارت لانه لازم ان يكمل الفوت الان فيعني شغلات مهمة بالوقت الحالي رح تشوفوا الميزاني اللي صارت معنا وشو ممكن انه نساوي اوكي تركك من هاي الشغلات ما في من ام مفائدة صار معي 900 الف يعني من زمان ما صار معي هيك مبلغ فسمعت انهم نزلين اوكي 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 منزلين اطعم يا جماعة منزلين اطعم فورتنايت تقلبت اللعبة فورتنايت اطعم بكوينز والله شركة استغلالية والله نكون استغلاليين يعني شي حلو ممكن ان يطور التشكيل كتير وانا عندي ماني كمان غالي سعره بايلي كمان غالي سعره ما بعرف ليش بس اوكي 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 والله باك ما بضر يا جماعة يلا يلا خير المركب يطلالي هيك ايكون تاني اوه 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 جورج بيس والله بيد يا جماعة والله شوف خسارة طيب شوف شوف يا جماعة بتعرفوا انتو اذا الواحد دخل بهذا المجال يا بيخسر كتير يا بيكسب كتير روحوا دول هيك انا عوضت عشرة الاف من الخمسين الله بك اشتاني ما بضر يا جماعة يعني شوف الميزانية يعني هي صح انه اعلى بس والله احتمالت انه يطلالك لعب عالي سيئة شوي بس اوكي افتاح افتاح وحلص بسم الله يعرف يعني غياب اخسر مئة الف او اثمانين الف يا ما بكسب وكاوت الحمد لله ازرق 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 انت بعد الدولة الانجليزية لا وماي ده retailers اوماي اجد اوماي اجد والله ما اوقعت في المره قسم الله ما tower اوماي ده يا جماعة الخير انا هو المره بفتح ب Eliza انا ابدا ما اطلع ان الشيح بس قسم الله طلعي صلاح. لا اله الا الله. اللهي ابدا ما توقعت قسما بالله. ابدا ما توقعت. ابدا ابدا ابدا. باك خمسين الف. يا جماعة الخير. واو وبينباع. وبينباع. هي احلى شغلة. راح العب فيه الفوت ولا بيع على طول. والله ما بعرف. والله ما بعرف. شو رأيكم انتم شباب الدول يا شباب. قديش سعره. مليون ونصف. مليون ونصف. مليون بات بلانك. بسبعمائة الف طار. يا جماعة. ماني ماني. شاريب ميتان وثمان وثلاثين الف. صار سعره فوق لثلاثمية. لانه ما نزل بتشكلة الدوري الانجليزي. تشكلة الموسم. فسعره كتير غلي هلا. صار سعره فوق لثلاثمائة الف شوف. صار سعر. ميت وتسعين الف. كسبان فيه سبعين الف. وبيلي كمان غلي. شاريب ميت وتسعين. سعره حوالي ميتان واربعين. وهلا طلالي صلاح. هذا هذا انا واثق فيه لانه الرياكشن عنده كتير عالي. هذا هذا ما بعرف. انا بدي خلي هذا برأيه. شوفوا يا جماعة. رح اجرب المباراة او الخطة بمباراة ومبارايتين. انا بقدر اطور بالان. بس خلينا نشوف صلاح كيف. لانه غالبا ممكن ان يبيعه واستفاد بسعره. لانه سعره عمير خاص كلمة له. خلينا نروح نجرب صلاح ونحكم. طيب. اوكي عنده الدون وعنده صلاح الاحمر. شوف الحظ بس. لا اله يا الله. حط يا اسيان. يا الله يا الله من هالحارس البيض. يعيني يا البرتغالي. الاسطوره. روح يا صلاح روح روح. مشكلة ما احست فرق بصلاح لانه هو سريع عرفت. بيفرق ممكن بالشوت. اوكي دربل نفس الشيء. كما ما احست بهالفرق عن البطاقة اللي هي مسلا تبع دوري الابطال. يا اخي. يعني متعود. يعني. يحطه. يا اسطوره. يعيني عليك. هذا الانهاء. انهاء فارق يا رجل. ايه الانهاء فارق. بالله عليكم غير كي كوفي يا شباب. حلو جدا والله هي مسكين المبارة بالطوله بالعرض. صلاح سجل. فارق انهاءه بس مشكلة ثلاثة يكفوت عرفانك الخصم انه انت من الاخر بدك تجرب شوت شوطة بس من بعيد متل الناس. من غير ما يجي بلوك. يا الله هاي مشكلة مشكلة انه يكون خلص خلص الخصم عرفانك انت ما رح تعمل شيء الا باليسار. هون بتفرق مسألة لو يكفوت. او حتى المهارات لو عنده خمسة بتقدر تتخلص مسلا. يعيني. طاعت. هذا ما بل ايوا باليسار بلعب هذا ممتاز ممتاز. يا اخي والبينج عندي بس قليل كان لفه بهاي. طيب صلاح ليش هادا متنطخدة ضربة جزاوه خلصنا. يا الله. يا الله يا صلاح ليش هيكن هاو حتى ما هو القول عمي شوت. شوف البرتغالي شوف. والله هاي اسطورة والله. مو طبيعي البرتغالي هادا شلون بيكسر هيك باي لاعب عادي. والله شوف الصلاح جيد لكن اه اللي ثلاثة ويكفوت انا ما بعرف اللعب هيك. اذا ما كان اللاعب يا يكون عنده خمسة ويكفوت او مهارات. صعب صعب اني عمل فيه شي. مش هنيك انا ملعب بيلي وكرويف مهاجمين. بسبب المهارات او حتى لويكفوت. فجي جي ااخد ثاني على تقييم لانه كل التركيز حرفيا كان عليه بالمباراة. اه كم شوطة شاط خمس شوطات وسجل منه الواحدة. في واحدة ضيعة ما المفروض تضيع. لكن عادة عن هيك انه اوكي ممكن هاي الفرص تضيع. بس في واحدة فكرت اقول انا حرفيا فكرت اقول وضعت. اه الصراحة الحمد لله لانه طلالي صلاح. اه رح بيعو ممكن اني اشتريه بعد ما يرخص لانه فعليا سعره عم يرخص كتير. شكرا يا صلاح الخدمات الاسطورية شكرا. كوينز اسطوري كوينز اسطوري بس انا 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 بدي بدي اينباع على طول مشان هيك عرضته شوية برخيص. ايوا اينباع على طول الحمد لله مليونين ومئتين وثلاثين الف. يا ساتر. هلأ عندي حذب ينباع هون على القائمة. عندي كمان شوية خمسة وثمانينة. والله نايس والله ديم والله. هلأ بقدر يا الله شو بقدر جيب العيبة يا الله. ماني ماني عاجبني على الجناحة كتير عاجبني للان والله مبدع. هلأ بقدر جيب اي خطوسة. شايف بيشبك مع ثلاثة ا بدي محور. وعادي ما يكون دوري معفن. لانه الدوري اللي معفن بيخلي سعر اللعب يرخص حتى لو كان اللعب ذات نفسه قوي. طيب. هات هات لنشوف. طالما ما احد عم يمضح بفالفيردي. خلينا نشوف كيمتش الازرق. وبيكون اول لعب فريق سنة الي بكل السلسلس. هاي السنة والسنة ماضية. مليون ومية يا جماعة. تعال. برا. ايوا تعالي كيمتش الازرق. تعال فكرت حدا اخذه. والله ديم مليون ومية سطه. سطه بارخص بخمسين الف من ماله موجود. يا اخي بسموني ملك الصيدات. التطويرة رقم اثنين. هي على مركز الظهير اليمين. معشي رح نجيب جوان. وان شاء الله انه مايرخص بعد ما اشتريه. لكن كثير ناس تلعب كنسل له خاصة المحترفين. فممكن انه يكون منيح يعني بالنسبة لي. ادي سعره ما بعرف. طيب تعالي يا كنسل له. تاني تطويرة تقدر تقول. الصراحة هو عنده مشكلة بسيطة بالفيزيكال. فممكن انك تعطيه انكر مسلا. طيب اذا التطوير التالت رح تكون على مركز الظهير اليسار اللي هو تقلي فيكو. كان بيودي ميندي الكاكة لكن الكونز للأسف ما بيكفي لكن اوكي تقلي فيكو اسطوري يا جماعة ما عليكم. ان شاء الله انه يكون فعلا هيك. اذا ما منيح هذا الطول رح بيحاول جمع ساعتها لميندي او يعني رجع يوري بيرشيش اي شي. هاي جبنا تقلي فيكو. التشكيلة صارت خرافية جدا هذا. كيميتش رح يفرق فرق مو طبيعي هلأ بالنص. اوكي 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 اوكي. خلينا بقى نشوف الخطة داخل الجيم اربعة ثلاثة اثنينات. محور رح يكون ك كيميتشو اسيان. المفروض انه تشكيلتو مكل tonight صح. المفروض. يا بتقلي فيكو يا تيس. اشتركوا في القناة والله يجب اعمل اضافات الجديدة ما في غير كيميت شو الوحيد اللي عم يعمل شيء ايوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا عيني على البرتغالي! يا عيني على البرتغالي! هاتريك! يا عيني عليك يا بيلي! الخارق يعني! ما في شي غريب! أوكي! ما بيش تريع الصراحة! برا! شو التصدي البيض هذا؟ مبروك! جي جي! بيلي بدع! اللعي بيبدعوا! وما عجبني! بصراحة! اول مباراة يا جماعة 5.4 سيئ جدا! كم تش عجبني! فوالله يا كنسل له معلش! لكن رح لقيله اقرب صرفه! ان شاء الله انه ما يكون رخص! اوكي مباع! مباع كنسل له! 929000! 175000! 173! طيب رح بيعه! رح بيع تاقليه فيكو! 174! ماشي! ميندي كتير قوي! فعليا كل ما يلعب ضدي! مصيب الميندي العادي! انا بيعقدي! ما باعلك بهاي النسخة! مستحيل حدا يمر من جهته! اه شباب! ميندي بينزله ازرق! اذا نزله ازرق! لانه هي رح ترخص البطاقة! بس انها خمسة خمسة! بس ما امظم ميندي ينزله ازرق! يعني! الموسمه ما كان كل هالأد يعني! فشغل لقلك عن المتابعة! هي كنت ندري الانوصول للنهاية! لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة! ان شاء الله انكم انبسطتوا! وستمتعتوا بالمقطع! بيهمني جدا دعمكم على المقطع باللايكات والاشتراكات! وان شاء الله انكم انبسطتوا بالمقطع! ونشوفكم ان شاء الله بالمقطع الجاي! وفي امان الله مع السلامة! كل شيء يختبر!